الان مشاهدين ينضموا معي عبر الهواء مباشرة كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكوتي من دبي سيد رائد الخضر مرحبا بك سيد الخضر إلى هذه المواكبة بداية من أزمة الركود العالمية هل يخلق الفيدرالي شبح ركود الاقتصاد العالمي وكيف تراقبه قبل وقوع الانهيار يعني لنكن بعض الشيء مواكبين للبيانات التي هي إلى حد ما متفائلة بتجنب الركود الاقتصادي بشكل كبير جدا حتى اللحظة لا يزال أداء الاقتصاد الأمريكي على الرغم من بعض السلبية التي شهدناها أو التخوفات إلا أنه في معظم مفردات الاقتصاد الجزئي والبيانات التي صدرت تظهر بأنه هو يعني soft landing أو هبوط ناعم في الاقتصاد حاليا وانخفاض طفيف ممكن أن يكون في الفترة القادمة وذلك نتيجة لاتباع سياسة تشددية من قبل الفيدرالي الأمريكي في مجابهة التضخم الذي يبدو أنه أصعب مراسا مما كان متوقعا وبالتالي اضطر الفيدرالي أن يكون حزمة التحفيز أو خليل نقول عفوا العكس تماما حزمة التشديد النقدي التي تبعها من رفع في أسعار الفائدة بشكل مضطرد والتقليصات الكبيرة التي حدثت في القطاع الأعمال لا تزال حتى الآن نوعا ما يعني ليست بسلبية بشكل كبير على الاقتصاد على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض للمنشآت وللأفراد بشكل عام وعلى الرغم من ذلك أيضا مستويات التضخم المرتفعة التي تضغط بشكل أكبر على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بالتالي الحديث عن الركودة والكساد الذي هو فنيا أن يكون لدينا ربعين متتاليين يعني نصف سنة من الركودة والانكماش الاقتصادي نوعا ما بعيد عن التحقق آخر قراءات النمو بالاقتصاد يعني الربع الثاني كانت النمو بحوالي نتحدث 2% بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وهو بعيد نسبيا عن الصفر يعني فبالتالي لا يزال أداء إيجابي على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة بالتالي الحديث الآن في الأسواق على أن الهبوط الذي يحققه الاقتصاد الأمريكي هو هبوط نعم طيب هل ستعاني المنطقة العربية من أزمة ركود برأيك وهل ستستفيد أيضا أسواق الخليج من الاستثمار الأجنبي إذا بدنا نكون أكثر تحديدا كارتباطات الأسواق الناشئة أعتقد في الفترة القالية ممكن تكون يعني نوعا ما الأسواق الناشئة تحت ضغط بشكل كبير جدا ونتيجة ارتفاع وائد عفوا الفوائد في الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وبالتالي ارتفاع وائد زندات هذه الدول يسبب نزيف نوعا ما في الأموال والرساميل من الاقتصادات الناشئة إلى الاقتصادات المتقدمة وبالتالي ممكن أن نسم ذلك على الاقتصادات العربية أنه رأيكم يكون في عنا ضغط نسبيا فيما يتعلق بسيلة ولكن على جوانب أخرى يوجد أيضا مشاريع تنمية رحوية يتم تحقيقها في اقتصادات كبرى في المنطقة الشرف الأوسط مثل الاقتصادات الكبرى في الخليج نتحدث عن إمكانية استقطابها أيضا للرساميل في نقطة إضافية هي أنه نحن أسعار النفط تحقق توازن عند مستويات مرتفعة نسبيا وإن كان ذلك أثره سلبي ممكن يكون على الاقتصاد العالمي برفع مستويات التضخم ولكنه يأتي على الدول أوبك بلس بعوائد إيجابية من خلال ارتفاع في أسعار النفط إجمالا بالتالي النقطة الأبرز أنه الآثار السلبية المتوقعة كانت على الاقتصاد العالمي بنتيجة أن يكون التضخم أعلى من ذلك كانت أكبر من المتوقع بالتالي الواقع حاليا يعكس أن الأزمة ليست بالسوء المتوقع وممكن أن يكون هناك عملية تخارج دون أن يكون هناك أثر كبير ولكن الادات الرئيسية في تحقيق ذلك هو عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة في الاقتصادات العالمية الكبرى وهذه العودة ممكن أن يعود معها أيضا الحديث عن التيسير والتحفيز المالي والنقدي معا للاقتصادات وهنا تعود نوعا ما الأمور للأريحية نسبيا ويبتعد شبح الركود أو الكساد بشكل كبير جدا في الوقت الراهن لا يزال التضخم هو العامل الرئيسي المؤرق لكل الاقتصادات الصغيرة والكبيرة في العالم في الوقت الراهن في سوق الطاقة مع خفض الانتاج النفط قفز 90 دولار للبرنت أيضا مع قرارات السعودية وروسيا بتمديد خفض الانتاج يعني كيف هذا كيف سيتأثر الاقتصاد العالمي بذلك كانت خطوة متوقعة أن يكون هناك اعتماد لتقليصات طوعية لفترة ممتدة قد تبتد حتى نهاية عملات هذا العام ليس بجديد هذا على السوق وإنما التصريح يعني نوعا ما كان في الوقت الذي تفاعلت معه الأسواق بشكل سريع جدا وأيضا كان يعني تأكيد للتوقعات الموجودة في السوق وبالتالي شاهدنا برنت يرتفع إلى مستويات 90 دولار لبرميل ومن المتوقع من يواصل هذه الارتفاعات تقيقة إلى مستويات 97 إلى 98 باستهداف مستويات 100 دولار للبرميل وذلك لبحث أوبيت بلاس عن الدعم حقيقي لأسعار النفط لتبقى مرتفعة خصوصا بعد البيانات المخيبة لأمال من الثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط وهو الاقتصاد الصيني الذي أظهر أنه ممكن يكون الطلب تحت الضغط في الفترة المستقبلية لغاية تحركة أوبيت بلاس سعودية وروسيا لمحاولة تحقيق توازن للأسعار في مستويات أعلى من ذلك لمجابهة أي ضعف متوقع في الطلب وهو قد يحدث بشكل حقيقي لأنه شفنا البيانات للاقتصاد الصيني الاقتصاد الأوروبي الألماني الصادرات والواردات كلهما في تراجع كذلك أيضا البيانات التي صدرت من الصين بما يتعلق بمؤشرات مدير المشتريات وطلبات المصانع جميعها أيضا أقل من التوقعات وهذا نتشف منه أنه سيكون الطلب المستقبلي نسبيا أقل من المتوقع ولكن أيضا عن الجانب الآخر استهلاك أكبر من المتوقع في محزونات النفط الأمريكية بالتالي هذا التضارب حسمته أوبيت بلاس بأن يكون هناك اعتماد لتقليصات طوعية إضافية حتى نهاية تعاملات هذا العام هذا كفير أن يحقق توازن لأسعار النفط بالنسبة لأيوكي اويل أو بلينت يعني فوق مستويات التسعين دولار للبرميل أو قلنا نكون واقعيين فوق اثمان واثمانين دولار للبرميل في الفترة القادمة على الأقل حتى نهاية تعاملات هذا العام وهذه هي المستويات التي يستهدفها أوبيت بلاس في الفترة القادمة خصوصا إذا جاء أي تحقيق أو تحسن في الطلب من الاقتصاد الصيني أو الاقتصادات العظمى ممكن جدا أن يحقق ارتفاعات نحو 100 دولار للبرميل خلال فترة قصيرة طيب تأمين النفط يعني تأمين الإمدادات كيف سيكون في الأسواق العالمية بالنسبة للأسواق العالمية أعتقد استراتيجية الحفاظ على حصة السوقية سوف تبقى بشكل كبير جدا يعني حيز التطبيق والتنفيذ بالنسبة للأوب بلاس وغيرها سوف يكون هناك التزام بتحقيق الوفرات اللازمة للشركاء التجاريين في الفترة القادمة والطالبين الدائمين للنفط في الفترة القادمة وبالتالي يمكن تعويض يعني من ضمن أوبيك بلاس يمكن حتى تعويض أي نقص طوعي أو تخفيض طوعي في حال إذا مرتفع الطلب والتصريحات كانت واضحة أنه التقليص الطوعي الالتزام فيه هو بنتيجة توقعات بتراجع الطلب بالتالي مع عودة الطلب للارتفاع أعتقد فرات المعروض النفطي موجودة ويمكن أن تواكب أي طلب زائد عن المتوقع في الفترة القادمة بالتالي أعتقد هذا ما يريدونه فعليا لا ترغب أي دولة منتجة بأنه تقلص الإنتاج إلا لتحقيق توازن في السعر وفي أسعار النفط أما إذا عاد الطلب للارتفاع فأعتقد هذه التحقيقات الطوعية ممكن حتى تنالها تعديلات ولكن أعتقد الأعضاء الآخرين داخل أوبيك بلاس ممكن أن يعوضوا أي طلب مستقبلي مرتفع نسبيا طيب إذا أردنا أن نتحدث عن الذهب كيف وضع هذا المعدن الملاذ الآمن الذي يعتبر ملاذ آمن الآن وربما حتى في المستقبل الضغوط للدولار الأمريكي هل ستنجح بالإطاحة بالذهب أم الذهب باقي ملاذ آمن حتى وإن تعرض إلى الاختضاث خلينا نقول في الفترة الحالية المحرك الرئيسي للأسواق فيما يتعلق بالتواجه نحو الذهب هو الفيدرال الأمريكي ونواياه في الفترة القادمة بما يتعلق بأسعار الفائدة حتى الآن الاحتمالية جدا كبيرة بأن يبقي الفيدرال الأمريكي على أسعار الفائدة دون التغيير في اجتماعه القادم في 19 و20 سبتمبر الجاري وبالتالي هذا يضعنا أمام احتمالية أن يكون هناك توقف كل لعملية تشديد السياسة النقدية وامتهاء دورة التشديد النقدي من الفيدرال الأمريكي بالتالي الأسواق دائما تحاول أن تسعر الأحداث قبل حدوثها ومسبقا بالتالي سوف يبدأ تسعير إمكانية توقف الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة وبالتالي يمكن حتى توقعات ببدء تقليص أسعار الفائدة مع منتصف العام القادم وهنا يبدأ السوق أن يسعر ذلك من خلال الخفاظ في قيمة الدولار الأمريكي لأنه نتوقع أن يكون في عنا سياسة نقدية أسهل أسعار فائدة ربما مستقبلها أن يكون أقل وبالتالي ممكن يكون في عنا انخفاظ في قوة الدولار الأمريكي وارتفاع في قيمة السلع على رأسها الذهب في الفترة القادمة في نفس الوقت أيضا يجب أن ننظر إلى أنه سوف يستفيد عنا أسواق الأسهم من أي توقف في تشديد السياسة النقدية بالتالي الأموال ممكن أن تتجه إلى أسواق الأسهم كذلك الأمر هنا نقطة مهمة جدا أنه ممكن الذهب يكون ارتفاعاته أو عودته للارتفاع بطيئة نسبيا بقاءه نوعا ما حول مستويات الألفين دولار للأنصة دون أن يكون هناك كسر كبير دون الألف وثمانمائة وخمسين دولار للأنصة بالتالي نحن وضعنا القاع عند الألف وثمانمائة وخمسين تقريبا والتطلعات إلى استمرار في الصعود في الفترة المتوسطة إلى الطويلة نسبيا على أسعار الذهب بالتالي أعتقد مفتاح ارتفاعات أسعار الذهب ممكن أنه ينطلق قرابة الألف وتسعمين دولار للأنصة مع استهدافات فوق الألفين دولار للأنصة مع تعاملات هذا العام طبعا بالنظر المباشر إلى الفدرال الأمريكي وما يمكن أن يغيره في السيناريوهات القادمة خلال حرب ضد التضخم والذي يستهدف 2% فإذا كان التضخم بدأ فعليا بالتراجع دون 3% أعتقد المعركة حسمت أن الفدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون أي تغييرات وهذا ستيعطي ضغطة كبيرة للدولار الأمريكي بالاتجاه الهابط وربما يحافظ ارتفاعات أسعار الذهب على هذا الأساس طيب بالنسبة للعملات كيف ترى مستقبل الدولار واليورو وماذا عن حتى العملات الأسيوية بالنسبة للعملات خلينا نفصل الموضوع أكثر بالنسبة لليورو على سبيل المثال الضغط متأتي من الأداء السلبي للمنطقة الأوروبية ومخاوف الركود في نفس الوقت التضخم الذي لا يزال نسبيا مرتفع ويحتاج إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات أعلى حتى من المستويات الحالية وهذا قد يتيح مجال نوع المال لعودة صحيحية لدوج اليورو دولار أمريكي إلى مستويات فوق الواحد فاصلة صفر تسعة أعتقد قبل أن يعود إلى أي هبوط متوقع مستفيدا من أن الدولار الأمريكي أيضا اقترب من عملية توقف في رفع أسعار الفائدة فكزوج ممكن أن يكون مرشح لارتفاعات طفيفة تصل إلى مستويات الواحد فاصل صفر تسعة على نفس المسار يأتي لدينا زوج الطاند دولار أمريكي أعتقد كذلك الأمر مرشح لبعض الارتفاعات النسبية التي قد تطال مستويات الواحد فاصل سبعة وشير خمسين إلى واحد فاصل ثمانة وعشرين ولكن بالنظر إلى الين الياباني على وجه التحديد فأعتقد سيناريو الارتفاع على دولار أمريكي ياني ياباني بدأ يظهر ضعف كبير في هذا المنتج وممكن أن يكون مرشح لمزيد من التراجعات حتى نهاية التعاملات هذا العام وهذا يتيح المجال لمزيد من التراجعات على زوج دولار أمريكي ياني ياباني على الأقل حتى موعد الفيدرالي في نوفمبر حتى يكون هناك ضغط أكثر بالاتجاه الهابط على هذا الزوج إجمالا العملات سوف تكون في مرحلة تقلب وتبادل أدوار القوة في الربع الأخير لأنه عم نشهد فعليا اقترابنا من انقلاب السياسات النقدية نتحدث عن المنطقة الأوروبية عن المملكة المتحدة وعن الولايات المتحدة الأمريكية لأنه لا يمكن رفع سعر الفائدة وتكاليف الاقتراض بشكل أعلى من ذلك حتى يتم تجنب خنق النمو الاقتصادي أو الدخول في مرحلة الركود أو الكساد اقتصادات أخرى بآسيا نحن نتحدث عن الاقتصاد الأسترالي مؤخرا شهدنا أن نتوقف عن رفع سعر الفائدة للبراءة الثالثة اللي يبقى على سعر الفائدة دون تغيير وهذا ينم حقيقة عن انتهاء موجة تشديد السياسة النقدية وربما ارتفع أمام الدولار الأمريكي أمام الدولار الأسترالي ولكن العملية محدودة أيضا سيلحق بالركب الفيدرال الأمريكي ويتوقف عن تشديد السياسة النقدية في وقت قريب شكرا جزيلا لك السيد رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة كوتي عبر الهواء مباشرة من دبي على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا لك